في النص بقى الاتحاد الدولي للنقل الجوهي بيقولك 89% تراجع في حجوزات طيران في أوروبا 95% تراجع حجوزات طيران في أسيا أنا آسف مش قصدي أقولك أخبار وحشة بس زي ما أنا بجيب أخبار حلوة برضو في أحداث بتحسن وأنا مش جاي أقولك خبر وسلام عليكم لا لازم نفصصه حركة الطيران العالمية في أوروبا تراجعت بنسبة 89% الربا 90% في أسيا 95% الخبر على مصراوي ماشي كده ده يعني إيه أنا يهمني بقى بلدي هنا تراجع طيران يعني تراجع سياحة طيران تراجع 90% يبقى السياحة تراجع التسعين في المية سياحة تراجع التسعين في المية يبقى تسعين في المية من العمالة اللي في القطاع السياحي قعدت في بيتها انت شفت الدنيا متزبطة إزاي يبقى الفندق اللي بيشتغل في 1100 900 هيعودوا في البيت لا حول الله يا رب طيب نعمل إيه في قروض مثلا كان مقترح من محافظة بنك المركزي الأستاذ طريق عامر بإن قطاع البنوك يسلف المرتبات لقطاع السياحة يعبطوا الناس بس دي ديون علي طيب ما لحد إمتى خلي بالك ده السيزون التاني معنى كده ان السيزون بتاع الشتة ده الكريسماس ورات السنة شكله اتضرب هنعمل إيه دايما بقولك أنا مش خبير ولا أنا بلعريف ولا أي حاجة بس ماذا سنفعل يعمل في قطاع السياح عمالة مباشرة اتنين مليون عمالة مباشرة يعني الولد اللي بيفتح لك البتاع والموظف يعني اتنين مليون أسره في خمس أفراد ده عشرة مليون عمالة غير منتظمة اتنين مليون كمان هده عشرة مليون يعني عشين في المائم المجتمع يعني إيه عمالة غير منتظمة أنا مصنع بورد أكل للفندق عايش للنهار على الأكل اللي بجهزه الفراخ دي أو اللحمة اللي بوردها للفندق ومشغل العمال على كده بقى لي سنين دي سمع عمالة غير منتظمة ما بتقبطش من الفندق لكن عايش على حسه فلما ما يجي السياح يبقى الفندق هيقلل طلب الفراخ من مصنع الفراخ ده مثلا وبالتالي هو هيمشي تسعين في المية من العمال يبقى لأربعة مليون عامل اللي بيعملوا في قطاع السياحة عمالة مباشرة وغير مباشرة ثلاثة مليون هيعودوا في البيون هل ده من عندي لأ طب الدولة مشكورة عملت ايه الخمسمائة جنيه العمالة غير منتظمة معافظة البنك المركزي قال نوقف القروض سداد القروض على قطاع السياحة ونمد يد العون هنا هنا اتمنى اتمنى ان يكون هناك دور ايجابي للسياحة الداخلية يا خير هو انت عايز الناس تروح وتسافر وسط الكورونا يا عم انا ما قلتش كده الفندق مش فيه ضوابط بيستقبل خمسين في المية ماشي بس انا علشان اقول ده لازم اكون امين برضو لو استمرت اسعار الطيران الحالية الداخلية لا حد لا يروح ولا ايجي لا حد هيروح ولا ايجي ما انفعش 700-800 كيلو من هنا ولا 900 كيلو من هنا الشرم الشيق والغرداء واسوان متوسط 1000 يعني كيلو تاخد فيه 4000 جنيه ما انفعش فانا انا نفسي اساعد ابن بلدي واروح لما انت تعمل لي التيكت بتاع الطيارة ب2000 جنيه مثلا ما فيه طبقات وسطة مع فلوس ما الشعب ده يعني مش كله ناس يعني فقراء لا فيه ناس عندها مقدرة انها تقوم بسياحة داخل طب عايزيني ساهل ده نعمله ازاي واحد اعمل لي ضوابط ليه القورونا والفندق والاكل ازاي وما يبقاش فيه بفيه مفتوح اتنين اعمل لي نسبة حجوزات الفندق 50% ثلاثة خفض للطيران 50% خدتك لفتك يا اخي ما دي شركة تبع الدولة لان انت بتعمل ايه بتشغل قطاع سياحة بتشغل اتنين مليون واحد حل النظرة دي هتبقى موجودة عند السيد وزير الاثار والسياحة اتمنى بس هو لازم يعد على وزير الطيران ليه ما ننعيش السياحة الداخلية كمان شهرين هندخل على الاجسوس السنة يعني ربنا كريمنا لحد الوقت في الكورونا هو 207 بس اصابة اي نعم زاد عن الايام اللي فاتت بس الدنيا تحت السيطرة فبرجاء رجاء رجاء نتكاتف ونعد هذه الازمة كلنا يعني بيقولك اللي معاي كب على الفاطئ هو ده اللي احنا محتاجين حال الكلام ده انا بقوله كده في قلب الستوديو ده وسلام عليكم مفروض فيه سيادة مسؤولين محترمين اجلاء بيتابعونا وبيشوفونا وليه مستشارين اعلاميين يقولوا لهم فيه برنامج كذا بيه اقترح كذا تتشكل لجنة ويتقال نعمل ايه بس كل ده بسبب القرون